يقض أمناء سر أقليم حركة فتح في الضفة الغربية بعد غدل الثلاثاء اجتماعا لوضع ما سمي برنامجا تصعيدية لمواجهة إسرائيل بالتنصيق مع كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية من جهته طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محسن بأقد مؤتمر دولي ينبثق عنها لجنة من الربعية وفق قرارات شرعية دولية واصفا ترامب لأنه كان أول عوبة في يد المجموعة اليهودية الصهيونية على حد تعبيره